خطوات الشيطان خطوات الشيطان ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكلمة أول خطوة اسمها النزغ والنزغ في اللغة يقوله زي الطعن السريع كذا يعني يجب لك معلومات سريعة هكذا والله يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعد بالله فاستعد بالله وأكبر أكبر انتصار يحقق الإنسان ضد الشيطان أنه يدرك هذا النزغ يعرف أنه الآن طعن من الشيطان أما إذا لم أدركش شتروا أن المسألة يشتمش بخطوات فالنزغ هنا معلومة يقدم الشيطان بشكل سريع وأنا دائماً لما انطلح المحاضر هذه أضرب مثال دائماً أكرره حقيقة مرة أتحدث عن معركة اليرمو وقائد المعركة كان كأنه خالد بن الوليد وبعدين يسأل عن قيش الروم كأنهم قالوا له 240 ألف وهما 40 ألف لاحظوا لما الاستطلاع قالوا أنه قيش الروم 240 أشقال قالوا وددتوا له أنهم الضعف تقول ما هو الرجال له أنت تخيل يقول العبارة مثل هذه طبعاً أنا وأنا أقول العبارة هذه الصور قتلي قشعرين أنه فيه رجال بهذا الحق فأقول لهم تخرج مني عبارة كذا أقول لهم على الحساب هذا لا يوجد رجال ليمن صوروا هنا في واحد بالمجلس مثلاً في بيني وبينه خلاف سابق الشيطان يقوم بعمله نزغ يقول لهذا يقصدك هذه النزغة هذا يقصدك لو هو عاقل وقال عذب الله من الشيطان رقم الرجال يتحكي عن خالد بن الوليد ودخلي بالموضوع خلاص حرقه استعد بالله ونتهى الموضوع إذا لم يستعد بالله وقبل المعلومة الآن لاحظوا يأتي له في موقف ثاني بالخطوة الثانية وهي الوسوسة والوسوسة الله قبل سورة كاملة يقول لك انتبه انتبه قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من القنة والناس والوسوسة عرفها العلماء اللغة حديث النفس بغير انفعال يقول الشيطان عنده يقول له ما قصده ما قال انه ليه ما في شرقان من شايف نفسه هذا لاحظوا الآن المعلومة بدأت تكبر هذه اسمها وسوسة بس عادة ضغط مرتفعش وهذا واحد يشتيه ربي من ضمن الوسوسوسة يشتيه واحد خطوة الثالثة سماها القرآن المس يجيه يعدل الفكرة نفسها انه هذا قال يساحتقر الناس من يقول له والله يشتيه واحد يلاقي يعمل له مضريب ورّل له انه في رقال وربما يصل إلى انه حتى يحدث نفسه في الغرفة هنا الفكرة قد بدأت تمس الانفعالات قد غضب الله يقول لك عند الخطوة تراجع من هنا وانت من المتقين إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبسلون إذا ما تراجعش الواحد عند الخطوة هذه تستحوذ الفكرة عليهم استحوذ عليهم الشيطان ولاحظوا لما انتصل الفكرة إلى درجة الاستحواذ ينسي الإنسان ذكر الله خلاص قد غلقت على منافذ الفكر فأنساهم ذكر الله لا بد أن يبدر من هذا الآدم فعل ربما نكون في مجلس مثل والرجل قد غلق تدري يقرح أيوة أنتم تحتقروا الناس الناس عندكم ما تقال ومن الكلام هذا والآخر يقول له ما لك يا خي صلى عن النبي أنتم تعرفون هذا خبيث هذا هذا اسمه الزلل استزل لهم الشيطان فتلاحظ إذا أن للشيطان خطوات يأتي بالفكرة بالمعلومة أولا وبعدين يبدأ يناقش مع الواحد هكذا الليه الوسوسة تبدأ تكبر الفكرة الفكرة هذه الآن تبدأ تمس الملكات حق الواحد مشاعر الغضاب مشاعر أي نوع من المشاعر تستحوذ الفكرة على الإنسان عند استحواذ الفكرة على الإنسان لا بد أن يبدر منه الزلل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر